انا كنت يعني اخوي قاعد طبعا هو يتكلم عايش خارج عراق بلمانيا اجي فهو عده شعور انه يعني هاي قضية كبرى ما يعني ما يمكن ان تمضي بدون اتفاق سياسي حتى دول قالوا به ايه ما يخالف ايه فرح نزرنا احد زعماء الاحزاب السياسية احنا قاعدين انا اخوي موجود وزعيم السياسي موجود قلت لي يا فلان المشكلة لا نحط لها القابة تبين فأقول يا فلان ايه يا فلان انت كان عندك علم انه الحلبوسي تنتهي عضويته قال لا والله قال انا اتصلت بالحلبوسي قلت لي ها برايكا ما هي الخبر قرأته بالعواجل زين ما هي الخبر قال والله انا مثله قرأته هسا بالعواجل خلني شوف شين السالفة هذا زعيم مهم وايضا تمام انت باسم خشان دوري لا انت باسم خشان ما تشين تدري بالموضوع والله شوف خلق له شغلة هو هذا الزعيم ما يدري انا هم ما ادري انا هم ما ادري انا ادري انه التزوير ثابت توقعاتي انا انا والله الحقيقة انا انشرت مقالات كثيرة يعني من بداية قلت انه هذه راح تنهي عضوية اه الحلبوسي بس يعني ممكن تنهي بس يثبت التزوير او شي بس هو ينتهي انا حتى مرة قلت مات وانقضع عمله انا حتى مرة قلت 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 مرة